سوص حلو مفيش كلام لو بتدور على تيم ماركتينج لشركتك From A to Z يبقى ركز معانا شوي لو انت صاحب شركة او نشاط تجاري فانت اكيد محتاج ليوصلك بالناس بطريقة اعترافية وجهة زي في جولدين ميديا انت هتوصل بكل العملاء المحتمالين لشركتك وده لاننا بنحط لك خطة تسويقية الشاملة ومتكاملة ومعاها تيم كامل هيمسك لك شغلة وكمان بنتمنك العميل الصح وتوسيع نطاق المبيعات اوصل لجمهورة مع جولدين ميديا بروت اكشن تابعونا من خلال ارقام وهنرد عليكم في اقرب وقت اهلا وسهلا مشاهدي قناة الصحة والجمال برحب بيكو في اول حلقات برنامج اول السطر هكون معاكم ان شاء الله حلقة اسبوعية يوم الخميس الساعة اتنين الظهر دايما لما بنبدأ حاجة بنقول نقطة ومن اول السطر من اول السطر هنا هنتكلم في حاجات كتير جدا هنناقش معاكم كل حاجة تخص المجتمع هنتكلم في اول السطر في مجالات كتير هنتكلم في طب وثقافة موضة وفن دين ومرأة برنامجنا هدفه انه يناقش مواضيع كل بيت وكل اسرة هنعرض عليكم مشكلات بتواجهنا وحلولها وهنتبع معاكم كل جديد في المواضيع الاسرية وهيكون معانا كبار الاستشاريين في العلاقات الاسرية حلقتنا النهاردة اللي هيشرفنا فيها دكتور احمد سعيد اخصائي جراحة الفم وتجميل الاسنان واللي هيكلمنا فيها عن تطوير الاتجاه الخدمي للعيادات الطبية ودور التوعية والمشاركة في تطوير المجال الطبي يعني مش كل طالب بيدخل طب بشكل عام بيبقى هدفه ان هو كسب المال لا فيه دور مهم وفيه رسالة سامية بيقديها ان يكون شخص ناجح خلونا نطلع فاصل ونرجع مع دفنا استنونا التخصص حل مفيش كلام لو بتدور على تيم ماركتينج لشركتك From A to Z يبقى ركز معانا شوي لو انت صاحب شركة او نشاط تجاري فانت اكيد محتاج اللي يوصلك بالناس بطريقة اعترافية وجزامة في جولدين ميديا انت هتوصل بكل العملاء المحتمالين لشركتك ودالا اننا بنحط لك خطة تسويقية الشاملة وموضة كاملة ومعاها دين كامل يمسك لك شغل وكمان بنتملك العميل الصح وتوسيع نطاق المبيعات اوصل لجنبورك مع جولدين ميديا بروت اكشن تابعونا من خلال ارقامة وهنرد عليكم في اقرى وقف بنرحب بكم مشاهدينا وبنرحب بضيفنا الدكتور احمد سعيد اقصائجي راحة الفم وتجميل الاسنين بنرحب حضرتك معنا اهلا بحضرتك بداية كده كنا حضرتك كلمتنا عن مبادرة اسمها كفالة او زي ما بتسميها يلسى الدنيا بخير عايزين نبدأ بيها تكلمنا عنها المبادرة دي ممكن عملت صادة شوية وخصوصا انه الناس كلها في الفترة الاخيرة بتنتظر انه العيادات الهدف بتاعنا انا هدخل وهاقطع كشف وخلاص بعد ما اقطع كشف ادخل الدكتور يكشف علي اكتب لي رشدة وفيه كمان بعض الناس يعني بتربط الكشف بالرشدة يعني حتى لو انا شخصت انه ما عندوش علاج او لا دكتور طيب مش تكتب لي رشدة اكتب لي مسكن فاحنا طبعا بدأنا نخطط لانه العيادات يبقى ليها منظور مختلف زي مثلا مبادرة زي كفالة يعني في الفترة الاخيرة كان عاملة نازل رئاسة الجمهورية بحملة جديدة جدا كانت بتتكلم عن حياة كريمة حياة كريمة دي ايه الهدف منها ان انا ننزل مكان المكان ده الناس اللي فيه فقراء وبساطاء الناس على قد حلام فبحاول اطوفي بقدر الامكان فاحنا فكرنا ان احنا ليه كمان كده كترة او عيادات خاصة حتى لو خاصة مش شرط بقى نبقى عيادات خيرية يعني حتى فكرة خيري نفسها مش لطيفة ففكرنا ان احنا نعمل حاجة كده زي كفالة كفالة دي انا بطبع شوية ايديهات كده لناس معينة يعني مثلا انا فاتح في مكان معين فببدأ ان انا اكلم الشخص ده يا جماعة الناس الكبار اللي في البلد مثلا رئيس الوحدة اللي في البلد رئيس مجلس المدينة اللي في البلد والله لو حضرتك عندك لست بعدد من الحالات الغير قادرين او مثلا الايتام او مثلا الارامل الحالات اللي زي كده بنعمل لهم ايدي الايدي اللي بتعمل لهم ده بيضمنوا خدمة مجانية كاملة كنشاط اجتماعي مننا او يعني انا شايف انه هو مش زيادة او مش لود علينا او مش هنحسابها من ناحية الفينانشالز او الماديات عامة لانه احنا كده كده ليه دور او فيه رسالة لازم هنقدمها ماينفعش طول الوقت نفضر بنحسابها حسبة مادية انا هدخل وهدفع كشف رقم وتدفع قبل ما تدخل وتدفع لو هتحشي او هتخلع او هتعمل ادفع قبل ما تدخلي وقبل ما تاخد البنج وقبل مش عارف الموضوع قلب لمنافسة او حرب مادية خرج برا دائرة او الصورة الجميلة اللي دايما كانت كل الناس بتشبه بيها الدكات هو فعلا دلوقتي مثلا اغلب الخرجين الجدد او حاجة لما بيفتحوا عيادة بيقولك انا هبدأ الم فلوسها امتى بالزبط يعني انا صرفت عليها مبلغ فلاني امتى هبدأ اعوضه وابدأ بقى احقق مكاسب فتقول لهم ايه برضو للشباب اللون والله هقول لهم انه انت بالذات يعني لو هتحسبها كمشروع انت بتبنيه فانت كده اكيد غلط يعني احنا لو فرضنا ان العيادة مشروع فانت محتاج تبني ارضية كويسة في وسط الناس علشان الناس تيجي تشتري المنتج بتاعك انما اذا كنت انت ابن الاول بنت ارضية وقلت والله يا جماعة انا مدي جدا انا اللي هيدخلي ويقول لزروفي انا هديله بالجزم انا مش هفرق معها حاجة خالص المهم الفلوس يبقى انا مشروعي فشل ده حزبت انه مشروع طيب رسالتك او دورك اللي هتقديه فشلت فيه برضو يبقى انت فتحت مشروع فاشل وفشلت كطبيب وفشلت في عون الناس طب انت كده مش واخد اي نتيجة خدت فلوس مهما كانت الفلوس اللي هتجيلك لا غيرك المنافس ممكن يجيب فلوس اعلى باسلوب قلطف وبتعامل كويس مع العينين تمام طيب عايزين برضو نعرف ايه السر وراه تمام حضرتك انك يعني تفتح في قرى او في مناطق ارياف او العيادات في الاماكن اللي هي الناس فقراء او بسيطة اه هقولك على حاجة والموضوع بدأ معايا بسيط شوية انا كنت بنزل تدريب فكنت دايما بحب اني انزل تدريب في المستشفيات العام او المستشفيات التعليمية فده الكلام ده من ايام ما كنت طالب في الكلية فلما كنت بنزل طبعا كنت بشوف ناس كتير جدا ظروفها تعبنة جدا وفي نفس الوقت في مشكلة في الوعي عندهم بس كنت اللي باستغربه ان الدكاترة اللي كانوا بيبقوا موجودين في المكان بيختلفوا على قراءهم يعني يجي دكتور يقول والله يا جماعة دي مشكلة وعي فانا مضطرة اتعامل معايا باسلوب طف شوية اسلوب ناشف شوية فطبعا هل ده صح انا من وجهة نظري كزميل غلط انه انا مش شايف انه مبرر لنقص في الوعي عنده ان اتعامل معايا بالاسلوب ده ليه لان احنا انا مثلا من بيت بسيط جدا والناس اللي حواليه كتير من بيوت بسيطة هل اللي من بيت بسيط ده لازم يبقى والده او والدته او اخوه او اخته متعلمة كويس جدا وفاهمة كويس جدا انه انا لو خلعت الدرس ده مش هقدر عوضه وان انا هصرف تكلفة عارية جدا لا فقررت انه فيه في المناطق الراقية كلها عيادات ومراكز على مستوى ويقدروا يخدموا اهل المناطق دي بشكل كبير سواء كان اللي جالهم ظروف مادية وعلى فكرة فيه مراكز كبيرة بتخدم الحالة الاجتماعية لان فيه لسه فيه ده كاترة كتير جدا عندهم ضمير او زي ما بنقول دي ما لسه الدنيا بخير فطبعا لما احنا نبدأ في الارياف كنت بقى ببدأ اسأل يا جماعة تبينزم تروح شعادات ليه قال لي والله هو بيجي يقطع في المستشفى العام بينيه بيكشف وبيخلع وبياخد العلاج وبيمشي طيب احنا عندنا مشكلة اولا مشكلة مادية المشكلة التانية وهي مشكلة ثقافية نقص في الوعي طيب نقص الوعي مين هيعرف العيان دوره او اللي المفروض يعمله لما يشوف درسه مساوس اكيد مش هيطلع حد مدرس في الفصل يشرح تساوس الاسنان ما هو ده محتاج دكتور طيب هل لازم انتظر ان النقابة او الوزارة يتحركوا في مجموعات ضخمة ويصلوا لكل بيت في كل قرية صغيرة لا طيب ما هو انا دكتور وروحت هناك واقسمت وقلت يا جماعة انا معاكم في المهنة دي وهنا بقى ليه دور فطالما بقى ليه دور ليه انا منزلش في القرى في المدارس في الحضانات انا نفسي بعدي على الحضانات ودور التحفيز الموضوع مش مكلف على فكرة وكل ما في الامر مرهج شويتين مثلا بيبقى معاعدهم الصبح بادري فبتروح لهم الصبح طيب تدردش معاهم يا شباب يا اطفال يعني ايه تساوس اسنان ليه تحافظ على سنتك بتبدل سنانك امتى اخسل سناني ليه وازاي مش اخسل سناني ازاي بس طيب اخسل سناني ازاي اه فيه اطفال لحد النهاردة وعيهم ويعتبروا من الجيل الجديد كل الوعي اللي عنده هي فكرة ان اخسل سناني دي يعني بالمية يعني دي زاي بعد الاكل وخلاص دي فكرة غسيل الاسنان الموضوع الفرشة هو مش وصله فده دور ناقحنا ان احنا نعمله فانا خدت قرار انه انا لو هفتح حاجة في الارياف افتح حاجة على مستوى تشتغل ثلاث ادوار علاجية وده الدور الرئيسي بما اني فتحت عيادة فخلاص انا كده هعالج المشكلة الدور التاني وهو دور توعوي يعني ان استبدلوا الافكار دي على فكرة موجودة في مصر وبرا مصر موجودة في دور كتير مش مكلفة حتى تشاشة صغيرة في ريسبشن برا حتى تشاشة جوه في العيادة بتوضح العيان اخسل سناني ازاي التكنيك الصح اللي هستخدمها في نفس الوقت لما العيان بيدخل المكان ويشوف فيه توعية اه لا الدكتور ده عنده فكر الدكتور ده مختلف ليه لان انا فتحت حاجة كويسة في الارياف والارياف اصلا ما بيشوفوش الكلام ده فانت لما بتفتح بتساعدهم فجات لي الفكرة يعني ان انا حاول اخدم في مكان زي ده طيب حضرتك لو فتحت في الارياف هل بتفتح العيادة مجهزة مثلا بشكل كامل زي ما انت تفتحها في مكان راقي مثلا او بيجيب فيها الاجهزة الغالية يعني عارفين ان اجهزة الاسنين مثلا فيه اجهزة بتوصل لاثنين مليون تقريبا فالحضرتك ممكن تجيب الاجهزة دي في مناطق ارياف او بصي هو سؤال جميل انا عايز اقول لك الموضوع ببساطة انه احنا اه بنجهز العيادة بكل الاجهزة ولكن فيه اجهزة معينة خاصة بتخصصات معينة يعني مثلا استاذ دكتور متخصص في علاج الجذور فبيجيب مثلا جهازة مايكروسكوب هو عايز يشوف تفاصيل دقيقة جدا انا مش هقدر اشتغلها نظرا لان علمي ابسط من علمه بكتير وهو متخصص في المجال ده فبالتالي انا بحوله اذا كان فيه في المدينة اللي تتبع القرية اللي انا فيها بحوله مما كانش موجود بحوله للمحافظة او محافظة تانية اللي فيها التخصص ده فبالتالي انا مش هجيب جهاز افرد على العيان تكلفة انا فتح في الارياف مش معلاني فتحت في الارياف ان اقوله لأ سواني انت كشفك ميتين جنيه ده انا جايب اجهزة برقم لأ اذا كنت فيه تخصص هيرفع التكلفة لأ ارحمه منه وابدأ ان انا ارفير لدكتور تاني مش عيب خالص ان انا ابعد شكله اقوله لأ ده في حد متخصص هيعمل لك العلاج ده من نوع معين تمام طيب ايه بقى السبب تحديد سعر الكشف الرمزي هقولك على حاجة فيه دكتور او استاذ دكتور او البروفيسير الاستاذ الدكتور دكتور حسام موافي دكتور حسام موافي اسمها من نار طبعا واعرف في مصر كلها دكتور حسام موافي يعني وصلت بيه المدى من العلم انه بيشرح الطب بالعرب يعني تمكن منه وترجمه وبدأ يشرحه بالعرب دكتور حسام موافي كشفه 40 جنيه ليه انا بقى يبقى كشفي هل معنى كده ان انا بحكم على الكشف على حسب خبرة الدكتور لا هو الكشف بيتحدد بناء على كذا حاجة وتطبع لظروف المكان اللي انت تفتح فيه يعني مثلا احنا عندنا في الاسنان العين لما درسه بيوجع وخصوصا في الارياف ما بيروحش الا وهو خلاص درسه منتهي ومش قادر وجع رهيب لان زي ما قلنا عندنا مشكلة في الوعي فبيروح يروح للصيدالي فبيقول له سلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام الديني مسكن الديني مسكن فقول له لأ انت خد بقى مسكن وخد مضاد دحاوي وخد ده وخد ده تكلفة الموضوع تقريبا انا اعدت حسابها قبل مفتح لديت ان الموضوع تقريبا متوسط 22 جنيه في بعض الحالات بتبقى بحوالي 14-15 بتبقى ظروفه على الود فقول له دكتور شوف لي علاج حنين شوية وفيه نوع تاني بيصرف علاجات من الصيدالية لحد 50 جنيه علشان بس يسكن القلم علشان ما يروحش الدكتور ايه اثنين طيب احنا ده موضوع فانا قررت ان انا خلاص طالما العيان هيصرف 22-50 جنيه او من 15-50 جنيه انا اخلي كشف 30 وحبت كمان اجربها حطيت ورق على الصيدالية يعني ورق في الصيدالية انه فيه دكتور فلاني الفلاني والدكتور ده دكتور اسنين وكشفه 30 جنيه فبدأ العيانين الدكتور صيدالي زميني فبدأ العيانين يقولولي والله دكتور احنا شوفنا الورق في الصيدالية او حسبتها طب انا هروح اجيب علاج طب بدل ما اروح اجيب علاج بالرقم ده ما انا روح اكشف وهيكتب لي العلاج دكتور فبالتالي علاج لي المشكلة اللي عندي فنجحنا في الجزئية دي وجزئية انه السعر الكشف يتحدد على حسب علم الدكتور ده اكيد مالوش اي علاقة بالواقع زي ما قلت لحضرتك كمثال دكتور حسان موافي فبالتالي ما كانش فيه اي داعي من الضغط على العيانين تماما من الناحية المادية تمام طيب دلوقتي برضو بالرغم من ان حضرتك محدد مثلا سعر كشف رمزي فيه ناس برضو بتكون غير مقتدرة حتى على الرمزي ايه بقى سياسة التعامل مع الغير مقتدرين تمام موضوع سياسة التعامل مع غير المقتدرين ده بقى ان نقدر ندخل في الدور الاجتماعي شوية انه انا كعيادة لازم يبقى ليه دور واضح في ان انا اقف مع الناس الغير مقتدرين ولكن بدأنا نجرح مشاعرهم يعني مثلا انا بشوف مع احترامي ان الدكتور يفتعيادة في يوم واحد يوم خيري انا بشوف ده غلط ليه ده غلط لانه انا دلوقتي خليت المقتدر والغير مقتدر يقدر يجي في يوم ياخد الخدمة زي وزي التاني سويت الناس كلها ببعض دي جزئية الجزئية التانية بيبقى عندي مجموعة من الناس الغير مقتدرين لما بيلاقوا الموضوع بشع بالاسلوب ده وزحمة رهيبة ملهاش داع لانه مقتدر وغير مقتدر لان انا قلت اليوم ده انا هتشب ببلاش فبالتالي بيجي لكل اللي عايز يجي مش كل الغير مقتدر فانا قررت ان انا هبسط الموضوع للعيانين شوي يعني العيان اللي بيدخلي من بره كشفه تلاتين طبعا بتبان معنا في التصرفات بتبان ما نقدرش نحكم بالمظاهر اوي بس بتبان والله ده محتاج يتحشي وما ينفعش يتخلع وهتخسره وانت لسه شباب فبقوله والله يا دكتور تكلفته علي علي فبقوله خلاص مثلا اللي هتقدر تدفعه ادفعه فيطلع بره ما يحسش بأي حاجة الفايل اللي انا عامله للعيان بكتب عليه كود معين بيتفهم بيه ان العيان ده اللي هيدفعه يدفعه جاء حالة تانية مش معها الكارت بتاع كفالة اللي احنا بديناه لها لان طبعا احنا بنحاول نوصل لكل الناس بس ممكن ما نقدرش فبنتطر ان احنا في الحالة دي اما نعمله كارت كفالة فورا في العيادة اما نديله كارت تاني زي فاوتشار صغير انه بعمله الخدمة دي على اقل مجانة يعني هو جاي مثلا نحش درسه بكتب له حشو مجانة وبمضي عليها فلما يدخل العيادة المرة الجاية ما بيحتاجش ان يقف قدام الدكتور قال لي ما تدفعش الدكتور قال لي كذا اصلا انا زره في لعبة سلام عليكم دخل بقلبي جامد وفارد صدره ده كارت ابن الدكتور ان انا هحش ببلاش فانا حولته من حالة احراج لحالة انه انسان وفي ناس لسه توقف معاها وزي ما بنقول لسه الدنيا بخير فالتعامل معهم يعني مش بسيط شوية لكن محتاج صبر وطولة بال لو طبعا وجود امثال حضرتك والطريقة اللي بتعالج بيها دي بأكيد لسه الدنيا بخير طيب عايزين اعرف برضو العقبات اللي بتقابل دكتورة دلوقتي طب الاسنين تحديدا والله هقول لحضرتك انا مبدأيا مش كبير وسن مش كبير ومعنديش خبرة كبيرة لنجاوب على سؤال زي ده ولكن هحاول اقول لك البسيط اللي بيحصل معايا لما باجي افكر ان افتح يا ده الناس كلها بتدخل فيما لا يعنيها يعني مثلا سياسة الكشف دي انت ليه تخلي كشفك رهيس كده اصلا ده كترة تانين هيزعله ما هو ده كشفه 80 وده كشفه 100 فبدأت اواجه مشكلة ا انا هيبدأ زملاء يزعلوا مني طيب افتح فين وافتح بكام وافتح لمين يعني انا هترجط فئة مين انا عايز اوصلي مين من العيانين دي برضو بتفرق دلوقتي بقى كله بيحسبها حسبة مادية زي ما حضرتك وضحت في الاول ولكن لما نقدر بقى مع الوقت ننزل اكتر ونقف وسط الناس وإيه المشاكل اللي بتواجهك في العيادات وإيه اللي انت كعيان نفسك تلاقيه في عيادة اقول والله انا بدخل العيادات مشكلة الرقم واحدة التحقيم طيب هل فيه ما يثبت للعيان انه العيادة دي متعقمة مستحيل مفيش ما يثبت للعيان مهما كانت ثقافته انه يفهم 100% العيادة دي متعقمة مكانات العيادة كمان في مكان راقي جدا او بسيط بالزبط بالزبط طرق الغش في التحقيم كتير جدا انا شفت حالات بنفسي لما كنت في الاول كان في ده كترة بيكلموني والله اذا انا عندي عيادتي كذا وعايزك تقف فيها شفت عيادات بدون ذكر اسمها طبعا ناس عالم ولكن هما خلفوا ضمرهم يعني هو حسبها حزبة قالك انا ليه اجب جهاز تعقيم مثلا من 30 ألف و40 ألف طب انا ممكن اوفرهم واعمل في أوفن بيسخنوا الادوات في أوفن ويجيبوا باكيتات ويغلفوها ونرجع نقول والله جامعة ده المستشفىات العام احنا خايفين من التعقيم وخايفين مش عارفين ده عيادة خاصة حضرتك بتدفع كشفك 100 جنيه ودي مستشفى عام احنا بنشوف التعقيم بنفسنا فللأسف بقى فيه في مناطق معينة في المستشفىات العام التعقيم افضل من اللي موجود في بعض العيادات ده طبعا ما يعنيش ان المستشفىات العام اعلى من كل المراكز اللي موجودة لا ولكن حتى برا مصر المراكز التخصصية دايما بتبقى مكلفة اكتر فبالتالي فيه اساليب تعقيم اكتر في طرق بسيطة للتعامل مع العينين واقناعهم بان العيادة معقمة ولكن العين بيلاحظ حاجات بسيطة مثلا الفترة اللي احنا فيها محتاج اهتمام جدا في التعقيم فلما يدخل العين يلاقي مثلا الكح الجيل موجودة على الباب بر مكتوب ورقة حضرتك ما تدخلش قبل ما اتعقم ايدك كويس فبالتالي كل المناطق اللي هو هيلمسها في العيادة انا ضامن ان ما فيش مشكلة دي بتبقى نظرة مبدئية يجي مثلا بعد كده الباكت اللي بفتحه يتفتح قدامه لو قدرت هو قدر يتكلم معاه في امورة التعقيم فبقوله والله احنا بنستخدم واحد اتنين تلاتة اربعة ولو روحت عند دكتور اتأكد ان الباكت مفتوح وده حقيقي لان انا كذا مرة روح عند دكتور يفتح الادوات فانا بعترض لا بعد اذنك يا دكتور تفتح لي الباكت قدامي وده فعلا من حاجات التأمين بالزبط وده حقك ونتمنى ان الناس كلهم يبقى عندهم معي يوصل للدرجة دي علشان نوقف الناس اللي بتحسبها حزبة مادية انا هوفر تمن الجهاز التعقيم وفي المقابل انا هجيب فلوس اكتر طيب عايزين اعرف برضو ايه سبب وراء اختلاف حضرتك الفكري واتجاه طموحك في مجال الطب اه هقولك على حاجة انا يمكن ما كنتش لما دخل المجال كنت حباوي ما كنتش حابب خالص ان انا بقى دكتور سنان خالص ولكن زي ما قلتلك بعد ما دخلت الكلية حسيت ان انا ممكن اقدم رسالة من المجال ده بشكل مختلف يعني حتى لو انا قدرت في يوم من الايام اني اكون عليكت عدد من الناس ما كانوش ظروفهم تسمح او قدرت اوصل وعي الاطفال كتير لما الاطفال الصغيرين بروح لهم لحضانات بيقفوني في الشارع ويسلموا عليها يا دكتور والله انا بخسل كذا وده صح وتشديني من البتاع وتشديني وتبدل يا دكتور طب سانية طب انا اقولك على كذا طب ماما بتقولك حصلت مش عارف ايه بالنسبة لي انا كده حققت نجاحي انما انه انا يبقى حياتي او طموحي مختلفين ده موضوع تاني فانا قررت اني هغير من المجال ده على قد ما اقدر يعني انا بدأتها بعيادة واثنين لحد ما بعد كده هكمل وهبدأ اغير من الفكر اللي موجود حتى لما بيجي حد من الزمالي او اصدقاء اللي هم في كلية طب اثنان او خلاص خلصوا او في امتيازه بيقول لي هفتعيادة بيقول له والله انا حصل معايا واحد اتنين تلاتة اربعة اتمنى ان انت تشاركني التغيير افتعيادتك انا جربت وحصل معايا كذا وكذا وكذا ولما نزلت في الارياف لقيت ان انا الفلوس اللي هجيبها من مكان تاني هاخدها هنا راحة هاخدها هنا وانا نايم بالليل انا مبسوط جدا وسعيد جدا وعملت اللي عليها واكتر هاخدها دعوات من ناس كويسة هاخدها اني في يوم من الايام لما اخويا الصغير او حاجة يقول لي هو انت اللي هتغير انا اللي هغير لانه في يعني احنا بدأنا ناخد في الفترة الاخيرة يمكن من حوالي فترة انا طبعا مع الفكر الثوري ولكن ثوري في معايير ان انا احافظ على البلد واطور منها الثورة التخريبية او البيروكراطية اللي اخدناها من الايطالية ان احنا بدأنا ناخد وادمر اوتوبيسات العام وادمر مش عارفه وانزل الكورت وروح اطعه وانا متدائم انكذا فاعمله واكتب على الحيطان مش عارف مين يموت ومين يعيش دي انت خدت الثورة الايطالية اللي كل العالم يعني ما حدش عايز يطبعها في بلده انما انت خدت ابشع نوع من انواع الثورة ونفسته على الفكرة انت ممكن تقوم بالثورة الوحيدة وده برضو يعتبر قلة وعية وقلة ثقافة الى حد كبير يعني طبعا وقلة حد ما احنا بنشوف برضو الكلام ده حتى في الشباب اللي لسه في المدارس ممكن تعمل ثورة بنفسك تنزل وتغير الفهم لما تنزل دورك في المستشفى بتاعتك لو كنت دكتور في مركزك لو كنت مهندس في مكانك لو كنت صاحب اي وظيفة تانية محترمة تغير من نفسك في اليوم ده انا لو كنت فتحت عيادة تقليدية كنت هبقى زي زي اي حد ما كنتش هقدر ان انا اطلع واتكلم وقول انا عملته اكيد ما كنتش هطلع اقول والله انا بحشي كويس لانه ده ناس كتير جدا بتعملوا انما نحققت اختلاف اني بقول لسه الدنيا بخير وهنطور وهنوعي هنشارك على الآل المبادرات اللي معمولة في البلد لحد ما نطلع بالمناطق دي كلها تتساوى على الآل خالص بأي منطقة متعلمة في أي مكان مش شرط تبقى كلها فيل ولكن لو كلها شؤة بسيطة واللي جواها ناس كويسة وعندهم وعي كويس ده كفية جدا وده كفية انه يطلع بالبلد اللي هو قديم طب هل لو حضرتك مثلا شايف انك لو فتحت في مكان ريفي او متوسط برضو كل انسان يبقى عنده حتة كده اللي هو يعني عايز يعني عايز اعود بقى انا درست كتير في الكلية وتعبت عشان ادخل طب وواواوا فعايز اعود بقى عايز اجيلي دخل محترم هل ده ما بيجيش في بال حضرتك خالص ولا انت مكتفي بالعمل هقولك على حاجة هو دايما انا عندي مبدأ الرضا انه انا كده كده الحمد لله مبسوط ومهما كانت الفلوس ومهما كانت الحالة فيكفي ان انا بروح مبسوط ولكن علشان اكون صريح معاك برضو حبيت ان انا طور من نفسي بس مش اطور من ان انا طلع فلوس من جيوب الناس لأ انا بطور من ان انا بدأت ادرس ماجستير ادارة مستشفيات ومكافحة عدوى فده هيخليني اطلع من المكان اللي انا فيه هقدر اخد منصب تاني يبقى عندي صلاحيات ان انا افتح اماكن اكتر فكل ما افتح اماكن اكبر ده اكيد بالتالي هزود دخلي على المدى البعيد اه مش هبص تحت رجلي دلوقتي ان انا النهاردة طلع فلوس من جيوب الناس فبقى دكتور مش كويس وابقى 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 وما بقاش مرتاح نفسيا وحسن الفلوس مهما جت مش بتغطي اللي انا عايزه وانا بحلم باكتر سمعت كلمة برضو لدكتور في ريكورد قالك بعد ما تعمل اول مليون هتقول انا عايزة عمل التاني وتقول انا اتنين مليون بعد ما تقول اول ما توصلهم تقول انا عايزة التالت مش هتوصل لمرحلة الشبع انك خلاص استكفيت مستحيل انما انا يمكن اخلي طموحي اكتر في ان انا احاول اغير او اليه دور ده بالنسبة لي احسن بكتير جدا من الفلوس تمام طب عايزين بقى لحضراتك تكلمنا عن دور التوعية والمشاركة في تطوير المجالات الطبية تمام هو دور التوعية ده بالذات يعني خلينا نقول كده نقطة من اول السطر زي ما حضراتك بدأت الحلقة محتاجين نقف من النهاردة ونوقف كل الفكر القديم فكر جديد نبدأ اول حاجة رقم واحد المدارس نبدأ في المدارس زي ما بنحط لهم دروس وبنحط لهم دروس التربية الوطنية وبنحط لهم دروس دين وبنحط لهم دروس عربي ورياضيات وعلوم محتاجين نحط لهم دروس مجتمعية اكتر الكتب دي المفروض انا من وجهة نظري شايف ولكن طبعا انا مش الدور او الشخص اللي يقدر يفرض حاجة زي كده ولكن طالما جات الفرصة هقولك وجهة نظري انا نفسي يبقى فيه مادة بتبني الشخص غير العربي وغير الرياضيات مادة زي علم النفس تبدأ مع مع الطفل من وهو في كيجي وانو كيجي تقو واول ما يدخل في المرحلة اللي بعدها واللي بعدها هو طول الوقت بيدرس عنده وعي اه انا اقدر اغير بنفسي انا علشان ابقى شخص ناجح انا محتاج اعمل كذا ما يبقاش طول الوقت بيدور على البصلة يعني كل الفترة اللي احنا فيها دي كله بيدور على البصلة هو انا اتاية انا حاسس الدكتور مصطفى محمود يمكن من اكتر الناس في حياتي اللي ممكن اقرالهم او اهتم بكتبهم او فكره او ثقافته سمعت منه مرة قال لك انا بسميها التولة حالة التولة انت بتنادي على الشخص ايه فين هو انا اخريج ايه هو انا اروح فين تاية تاية جدا مش عارف يروح فين ومش عارف يعمل ايه ومش عارف عند دخلت الكلية ده مش عارف خرجت منها عامل ايه دي حالة التولة زي ما وصفها دكتور مصطفى محمود او حالة التوهان حصلة بسبب نقص الوعي او الثقافة او العلم الكافي اللي عند الاطفال بيبدأ معهم من سنة صغار جدا لانه انا لما بأسس الطفل ده من الاول انا هكبر وهيبقى لي دور وهبقى فعال وبلدي محتاجاني بيخطط طريقه من البداية بيبقى عارفه وهينشي على خطوات سابتة يوصل للي هو عايزه في النهاية بالزبط بالزبط وانا لما ابدأ اخدم من هنا انا هبدأ قدام هكبر شوية هكبر شوية اكتر هبقى ناجحت دلوقتي بيلاقي الشباب يعني كل هم ويقول لي انا عايز الاقي حتة قصار انا عايز الاقي مش عارف ايه الجملة اللي بيقولها ناص وعي يعني انت مشكلتك اولا انت بتبيع طراز بلدك ثانيا انت بتدور على شنطة فلوس بالبلد كده حاجة سهلة موجودة تاخدها وتمشي فكل ده بيوصلني النقطة واحدة بس انه انا ماشي غلط انا عندي نقص وعي فلازم العيادات تبدأ وعي تشارك الوحدات المحلية اللي موجودة في المحافظات تشارك المدارس تنزل المدارس بنفسك يا دكتور اتعب نفسك شوية انزل اجتمع بالمدرسين حضرتك مش قادر تتعامل مع عقلية الاطفال حقك مش كل الناس بتقدر تتعامل مع الاطفال بسهولة اجتمع بالمدرسين من وقت كل حصة لمدرس مرة واحدة بس في السنة شرح له يعني ايه تطور وعيك ويعني ايه تهتم بأسنانك وتهتم بصحتك ويعني ايه دور غسيل الأسنان ده بيأثر على كل صحة جسمك فده بالتالي هيعم علينا كلنا بوعي اكبر وبيجيل اكتر طالع وجاهز انه يواجه اللي احنا فيه مايبقاش سلبي او هو انا الواحد اللي هغير اه انت الواحدك هتغير وانت الواحدك تقدر وهتثبت نفسك في يوم طيب نتازن حضرتك نطلع فاصل فاصل مشاهدين انا بنرجع لكم واستنونا التخصص حل مفيش كلام لو بتدور على تيم ماركتينج لشركتك From A to Z يبقى ركز معانا شوي لو انت صاحب شركة او نشاط تجاري فانت اكيد محتاج اللي يوصلك بالناس بطريقة اعترافية وجذب في جولزين ميديا انت هتوصل بكل العملاء المحتمالين في شركتك وده لاننا بنحط لك خطة تسويقية الشاملة ومتكاملة ومعها هاتين كامل هيمسك لك شغل وكمان بنتمنك العميل الصح وتوسيع نطاق المبيعات اوصل لجمهورك مع جولزين ميديا بروت اكشن تابعونا من خلال ارقام وهنرد عليكم في اقرب وقت اشتركوا في القناة رجعنا لكم بعد الفوصل وبنجدد التحية بدكتور أحمد سعيد أخصائي جراحة الفم وتجميل الأسنين دلوقتي بقى عايزين ندخل في تخصص أكتر الأسنين مش العمل الخيري والمبادرة عايزين نسأل بقى أن احنا دلوقتي كلها من المشي في أي طريق نلاقي الفتاة مكتوب عليها حشو الليزر فبقى يعني جملة حتى متدولة الناس حشو الليزر أنا حشيت ليزر لأ أنا حشيت عادي فعايزين نعرف ايه هو حشو الليزر هو الموضوع بدأ من ناحية دعائية شوية إنه بدأ إنه أي دكتور عايز يفتح مكان فعايز يفهم العيان إن أنا بستخدم أجهزة عالية جدا فبيكتب حشو الليزر أولا حشو الليزر يعني فكرة إن أنا بستخدم الليزر في الحشو ده جهاز معين موجود وتكلفته عالية جدا مش عايز أقولكم مش موجود في الأرياف ومش موجود في المراكز يمكن موجود في مصر جهاز أو اتنين ده إين وجده ده في مصر كلها في مصر كلها جهاز الليزر ده دوره زي البلدي الناس بتسميها كونتر أو اللي بينزل يحفر في السنة ده وبيجهز المكان بدل الجهاز ده في جهاز الليزر بيبدأ يحفر في السنة المكان وشيل التساوس اللي فيها وابدأ أعوض اللي أنا محتاجه ولكن طبعا الشطرة بتاع الدعاية شويتين قال لك خلاص إنت عشان تفتح دكتور إحنا نقول إن إنت عندك حشو الليزر وإنت أصلا ما عندكش حشو الليزر ما عندكش حشو الليزر طيب إيه حشو الليزر ده أنا بحشي سنتي أو درسي بلون السنة أو الكمبوزت زي ما الناس بتسميه أو داكاترة بيسموه أو الحشوة البيضة زي ما الألياف بيسموه الحشو ده أنا علشان أنا شايفه ما بينشفش بالهوى ما بينشفش بالوقت ما بينشفش بزروف تانية بينشف بزروف ضوء تحت ضغطة عالية فزي ما نقدر نقول دوز عالية جدا من الضوء موجودة في جهاز صغير جدا تكلفته يعني بتتراوح من ألف لسبعة تمن تلاف جنيه ما هواش الليزر ما هواش أي حاجة من الكلام ده خالص ولكن كل الناس بقيت فكرة يدخل العيان أنا عايزي حشي الليزر طيب بصو حضرتك مبدأين ما فيش حاجة اسمه حشوة ليزر الحشو اللي بينشف بالضوء ده اسمه حشوة جميلة أو كومبوزت أو حشوة بيضة واللي هزي ما تقول إنه أنا عايز أفهمك إنه ما فيش حشوة ليزر لأني بيواجهني ناس مقتنعة إنه في حاجة اسمه حشوة ليزر وإنه أنا ليه أحشي الحشوة دي أنا عايزي أحشي الأحسن اللي هو حشوة ليزر وإن الليزر ده مش عارفي مجرد ما بيشوف اللايت والنور الأزرع اللي طرع منه بيتوقع أن ده الليزر وأنا كده بحشي عند أكبر دكتور في العالم طيب دلوقتي في الفترة الأخيرة فيه تخصصات كتير انتشرت لطب الأسنان إيه فايدة التخصصات دي؟ يعني مش ممكن دكتور واحد يعمل كذا حاجة؟ بصي هو الموضوع ببساطة أنه طب الأسنان المجال ما بقاش زي زمان ما بقاش زي الاعداد زمان اللي بنشوفها في فيلم إسماعيل ياسين كرسي صغير وببدأ أن أنا أدي البنج بتاعي في الإبرة المرعبة وأبدأ أخلع الموضوع اختلف تماما تطور الأمر بقت في عيادات للأطفال عيادة بتعالج البيت والأطفال اللي في سن صغير جدا اللي هم طبعا من بعد سن الولادة بشهور لحد سن الثمان سنين والعشر سنين كمان السن ده بالذات بيحتاج حد فاهم جدا سياسة التعامل مع الأطفال وحد واخد خبرة كبيرة جدا في التعامل معهم ولكن ده ما يقللش من دور الممارس العام اللي بيشتغل أطفال في ضمن عيادته ولكن بتقابلنا بعض الحالات بتبقى أكبر من شغل الممارس العام أو الدكتور الأسنان اللي ما يكملش تخصص الأطفال فبنتطر نحولها في الأول ما كانتش الموضوع ده موجود كان مثلا أنا قابلتني حالة أطفال فيها مشكلة آه حالة من اتنين يطروح مستشفى جامعي يطروح أسر عيني أو عين شمس أو ما كان في القاهرة فطبعا التخصصات الكتيرة دي بدأت تخدم الناس كلها أنا ظروفي تقدر أن أنا أدفع كشف عنده دكتور بس ليه سفر القاهرة علشان ابني اللي عنده 8 شهور ده لسه بيسنق ما أقول الموضوع كبير حضرتك الموضوع مهم فوجود المناطق دي طب في ناس مثلا بالنسبة للأطفال برضو معلش ده سؤال يعني مثلا أقولك طفل ما كده كده سننه هتغير يعني فيها إيه لو سوست ما كده كده هتوقع هيطلع بودالها جديد نبقى أنا هتم بقى بالجديد هم بيبقوا مقتنعين دايما ربطين السنن الأطفال بسنن الكبار أنه أنا مكان ما دي هتتخلع دي هتطلع زي فكرة الزرع في الأرض كأنه أنا أملو خيالة وقصتها هتطلع التانية وراها مقتنع جدا يا دكتور أنت خلعتها بقى لي أسبوع ما طلعتش فيه مشكلة كده في الخلع يا جماعة يعني فكرة كلها أنه فيه عشرين سنة ودرس للأطفال وفيه اتنين وتلاتين سنة ودرس للكبار اللي اتنين وتلاتين سنة ودرس للكبار بدأوا يتكونوا من وهو جانين في الراحل طيب العشرين سنة ودرس بتوع الأطفال بالتالي أكيد بدأوا قبلهم ولكن هيطلعوا في مواعيد يعني مثلا أنا عندي السنان الأمامية للأطفال بتطلع من سنة من أربع سنين ونص لحد سبع سنين سواء كانوا اللي تحت بيبدأوا أو بعدها اللي فوق فيبقى ليهم ترتيب معين طبعا فيه variations والموضوع بيختلف من عيان للتاني ومن طفلة للتاني لأن الموضوع أغلب وراسي وعوامل حيوية كتير جدا موجودة في الفك بتسمح بخروجه أو انتظاره فترة طيب بيبقى احنا عندنا تبديل من عشرين سنة ودرس للأتنين وتلاتين منطقيا مش كل سنة هتطلع يطلعوا واحدة مكانها لأنه حتى العدد مختلف فبالتالي أنا عندي عشرين سنة ودرس أطفال هتطلعوا خلاص مجرد ما يطلعوا خدوا أماكنهم تبدأ سنة الكبار تنزل من تحت تاكل في جدور سنة الأطفال لأن بتاع الكبار عايزة تخرج فتبدأ تخرج لحد ما توصل مكانها طبعا بنواجه مشاكل كتير جدا في الفترة دي إنه مثلا بتيجي لنا بعض الأمهات تقول بنتي وهي بتضحك حتى قديها كده ده بيجي من عشر إلى اتناشر سنة لأنه الطفلة عندها السنتين اللي قدام كبار والسنتين اللي جميهم كبار والأم طبعا نظرا لثقافتها البسيطة مقتنعة إنه كده في مشكلة وفي بعض الدكاترة بيشاركوا في الجريمة وبيقللوا حجم السنة يعني بيدخل بالكنترة وبيقلل من حجم السنة بيبردوها آه دي طبعا كارسة يعني فرضا إنه العيان عنده نقص وعي حضرتك دكتور حضرتك قوله ما ينفعش قوله ما تعملش قوله إنت لو عملت كده يبقى الله يسمحك قوله هتعمل حاجة زي كده و هتروح لدكتور وتعمل حاجة زي كده طبعا العيان اللي حد ما نوصله ثقافة زي كده وإنه إنت دي مرحلة اسمها أجلي داكلين شابت الشكل اللي بيدي شوية شكل سيء شوية للبنات بالذات بيهتموا أوي من عشر إلى اتناشر سنة بتحس إن السنان دي كبيرة بينزل النبين مع الوقت بيبدأوا يضموا السنان دي رجعوا مكانهم ما ننساش برضه إن حجم الفك بينمو هو الطفل كله بيكبر مش سنانه بس اللي بتطلع فبالتالي الفك اللي فوق بيكبر الفك اللي تحت بيكبر فبيبقى في استيعاب أكبر للأسنان بس فبنعدي المرحلة دي طبعا بالصبر مع العينين والله يا مدام حضرتك الموضوع بسيط طويلي بالك معها شوية هي بزيل فولي يا دكتور بنتي اتكلمي معاها إنه دا شكل طبيعي هحسسيها إنه دا موضوع ما فيهوش مشكلة ادعامي الجانب النفسي أكتر إنما ما تطلبيش من الجانب الطبي إنه الدخل يعمل حاجة غلط علشان أقنع عدم قدرتك على إقناعها الجانب نفسي دا يعني شيء في بالغ الحزن طيب إمتى نقدر نقول إن الحالة دي محتاجة تقويم أسنان وإيه السن المناسب اللي أنا قدر أعمل فيه تقويم تمام هو هقول لحضرتك موضوع التقويم دا بالذات يمكان يرجع قوي لحد أخصائي تقويم هو اللي يقدر يحدد الحالة يعني أنا مثلا لما بتجي لحالة تقويم وبيقول لي عندي كذا كذا ما قررتش إن أخد كرس وعمل زي بعض الزمل المحترمين أخد كرس كم شهر وانزل أنا دكتور تقويم وحصل على كذا وحصل على كذا واليوفط اللي ما حدش بيعد ما عايز أقول لحضرتك إن فيه ناس دلوقتي تعمل تقويم من باب الزينة اللي هو شكل شكل لطيف وبتغير ألوان بقى فيه ومبسوطة جدا بالضبط وفي نفس الوقت كمان بقيت الدكاترة بتحسبه من باب ربح التقويم ده معروف غالي فأنا لو أخدت كرس والتقويم هعمل فلوس كويسة جدا أنا مش محتاج أدرس تقويم وقعد ثلاث سنين أو يسافر برا أو يدرس في جامعة في مصر ويطلع عيني مع رئيس القسم وبقى اللي اصطف علشان يطلعوني دكتور تقويم شاطر لأنا قررت أخذ أقصر باب وأخذ كرس بكلام بسيط واشتغلي ثلاث أربع حالات يجمعنا دكتور تقويم وأهلا بيك يا دكتور ويبدأ دمر كل سنان الناس اللي موجودة عندك وياريت اللي بيجي لك يعمل تقويم ده واحد عنده ناس وقت بالعكس ده انت خدت أحسن طبعا عندها وعي لدرجة انه وصل لمرحلة أنا عايز أعمل تقويم لسناني أنا عايز سناني كويسة مش عايز عندي مشاكل ودمرت له كأنك بتحبطه انت ازاي بقى عندك وعي ده انت لما بقى عندك وعي انا تحكت عليه خدت منك فلوسك وبواست سنانك وطبعا المبررات ما تنتهيش انت المفروض تعمل كذا أصلي كان المفروض نعمل كذا طول بالك الموضوع بياخد أكتر انما لما روح لحد أخصائي بيتحرك في الحالة زي ما يكون فنان وعارف هيحرك السن دي انت بيحركها ازاي يزود هنا الفرس أكتر ويقال لها أكتر مش موضوع التربح أو ربح بطريقة بسيطة وسهلة فنرجع لحلة التقويم أو لسؤالك انه أبدأ امتى من سن التقويم احنا معانا التقويم في نوعين في تقويم للعظام يعني أنا عندي تقويم الفك نفسه مش طبيعي الفك اللي فوق فيه مشكلة فيه فك بارز عن التاني ده ممكن نبدأ له بسن صغير بأجهزة بتركب فيه منها اللي يركب على الدان وفيه منها اللي بتثبت هنا ويتثبتها في الرأس من وراء الحالة دي مش بنشوف كتير سن صغير يعني كام تقريبا يعني ممكن يبدأ معانا من 6 و 8 سنين يبدأ آه عادي جدا يجي الطفل ويبدأ يتعمل له تقويم لحاجة زي كده ولكن المرحلة دايما اللي بنبدأ عندها نركز وهتبدأ تحصل مشكلة من 8 إلى 12 سنة وأكتر من 10 إلى 12 سنة ساعتها بدأ ألاحظ حجم الفك بتاعه مش طبيعي الشكل بتاع الفك مش طبيعي السنان طالع مزدحمة كتير لا الحقي يروح الدكتور تقويم فنحل المشكلة بدري شوي لأنه طبعا لو تخطينا مرحلة التقويم فأغلب الحالات اللي بتبقى في سن كبير شوي بنتطر للتدخل الجراحي والتدخل الجراحي ده طبعا بيبقى صعب جدا طيب لو حد مثلا عمل تقويم هل ممكن سنينهم مثلا لو حد عمل سنينهم فرقة مثلا فضيق أو قفل الفروقات دي ممكن ترجع بعد كده بعد فترة هي ممكن ترجع طبعا فلذلك بعد ما بنخلص التقويم بنسبت كده حاجة من السنين من جوه ما بتبقاش باينة خلاص لأنه هو خلاص المفروض أنه عدى مرحلة العلاج تفضل فترة ليه لأنه أنا في التقويم بحرك السنة جوه العظم فعظم بيتهدم من الجنب ده وعظم بيتبني من الجنب ده فبعد ما بنته خلاص لسه المنطقة دي مش سبتة قوي مش قوية قوي لسه الضغط اللي جاي على السنة مش مزبوط فبسبتها من جوه فترة لحد ما تتصلب بيبقى باعها كويس جدا وبتطمن وده طبعا بيرجع للدكتور اللي متابع الحالة بالتالي بيشيل أمر التثبيت ويبدأ يتابع حالته كل فترة كل ستة شهور كل سنة لما يلاقي الدنيا خلاص بقت كويسة خلاص مبروك عليك سنانك بقت زي الفل وانت خدت خطوة نجحة طب هل في بقى ممنوعات مثلا انه هو حاط التقويم أو بعد ما يشيل التقويم يعني مثلا ما يكلش حاجة نشفة ما يكسرش حاجة الحاجات دي ولا دعاية دي طبعا بتحصل كتير انه في التقويم بيصعب على العينين شوية ونضيف الأسنان فبالتالي بيكسل جدا انه ينظف سنانه الفرشة الطبيعية ما بتقدرش توصل لكل المناطق فبالتالي بنحتاج الدكتور التقويم بيشرح له ان انت بيجيب الفرشة دي من نوع معين دي بتعدي بين الفراغات التقويم اه الفراغات اللي موجودة بين السنة والتانية بتعدي بتنظف المكان ده ولو حسيت ان انت في عندك تركم جير في منطقة معينة ما هو انا ما بقاش بعالج مشكلة ووطلح مشكلة اكبر يعني انا بعالج مشكلة واحد سنانك وايسة وزي الفل بس هو عايز يزبط شكلها او عضيته تبقى مزبوطة هو اللي عنده التهابات لسة ولا عنده دروس مسويسة طيب انا دلوقتي ما فاهمتوش او ما وضحتوش طريقة غسيل الاسنان خلال فترة التقويم فبالتالي هحتاج ان انا اعالج مشاكل تانية اه انا عملت لك تقويم اه بس انت بتخسفش اسنانك بقى دكتور حضرتك ما وضحت ليش يبقى انا وضح له من الاول اه حضرتك محتاج تغسل سنانك بالطريقة الفلانية لو حسيت تراكم جير اصفر موجود تحت تعالي او وصف لي الحالة وانا اشرح لك بالضبط تغسلها ازاي اه كل فترة متابعة عندي في العيادة ما بصش على شغل التقويم بس اخد بالي من السنان بتغسل ولا لا لانه انا المفروض الهيجين او طريقة غسيل العيان للفم او طريقة اهتمامه باسنانه المفروض ان انا كمان بطورها مع العلاج اللي انا بعملهله مش بس باقتصر على دور العلاج اللي هو دخل العيادة عندي فهقدموله مع السلامة كان يقولولنا في الكلية ما تشوفش العيان على انه درس بالضبط اه ده كان سؤالي برضا انه هل دور الدكتور الطبيبي يقتصر بس على انه دور علاجي ولا هو يعني فيه ادوار تانية ممكن الدكتور يقدمها يعني مثلا انا ممكن ان انا اشرح للعيان اصلا طريقة التنظيف وطريقة الاهتمام ودي تهيئة لي مش علاجية تمام طبعا لأسف الدور اللي موجود للأسف اغلبه في مناطق كتير جدا بقى علاجي بس انه انا بيدخلي عندي عصب لدرجة ان انا بشوف حالات يعني بشوف بعيني ده كترة برضو بيدخل العيادة اللي بيوجعك بقى اللي بيوجعني تمام اخد العلاج ده طب سعوني يا دكتور في جير ثانية يا دكتور ونخسلش سنانه دكتور فيه هنا تسوز تاني بدأ هيبدأ في الدرس ده بيبص على المشكلة بس اللي اشتكت منها المريض بالضبط وخصوصا بنتعامل من باب ان احنا دكترة بشري مع ان موضوع اسنان مختلف تماما يعني دكتور البشري بيجي العيان يقول له بطني بتوجعني بيروح الدكتور البطن فبيقول له تمام اعمل التحليل وعمل الاشع دي عملت التحليل والاشع عالكتك انت كده تمام بس الفرق بقى ان دكتور السنان هو عنده حاجة من الاتنين وتلاتين اللي انت كلهم متخصص فيهم فيها مشكلة طيب المشكلة دي انا حلتها له تمام طب والواحد وتلاتين اللي بقين ابوص عليهم مش اخسر حاجة وبعدين من باب ان هو اصلا دفع كشفه جه فمن حقه ان انت تعرفوه الحاجات البسيطة اللي بتفرق في العيادة يعني انا بفضل دايما مفيش عيان يتكشف عليه اللي ما يشوف على انت الرعورة الكام بعينه ايه اللي عندك ده مسوز يا دكتور ازاي ده حضرتك ده مش ده المسوز ده ده طب بص كده حضرتك حط اصباعك على انت بتقولها ليه اهو هو ممكن يكون مش حاسس بقلم في التاني فمش حاسس وانه مسوز بالزر يعني ايه جيب يعني يا دكتور التهبت لسان اول مرة اسمع عن حد بينظف الكلام ده عموما في الارياف تنضيف يا دكتور انا بس مع الجمل زي يا دكتور على الفكرة انا سمعتك كزا حد بيقول الجير ده صح للسنان الجير ده بيثبت السنان بتقوله طيب يعني الناس الجميلة اللي انت بتشوفهم في التلفزيون والناس نجوم السينما ليه ما عندهمش جير ليه ما بيهتموش هل علشان ما ظهر بس ما انت بتشوف سنانهم صحية وجميلة ليه لانه هو هتم بسنانه وما خلاش فيه جير انا لو ما شلتش الجير اللي سبب المشكلة البشعة اللي انت وصلت لها دين سنانك كلها بعد بتتحرك السنان اللي كانت بتتحرك بنسبة اربعة من عشرة او خمسة من عشرة بعد سنتين هتبقى تمانية من عشرة طب السنان اللي جنبها كانت واحد من عشرة انت وصلتها ستة علشان انت مقتنع بكلام جارك او زميلك في الشغل اللي ما يفقحش اي شيء في مجالنا وصيب كلام الدكتور احنا بتوصل معنا حالات بنفتح له العصب بقى ما بيجي بقول لها دكتور انا سألت كذا حد قال لي الحشو كده كده ما بيقعدش فبقول له الحد دول ده كترة طبعا انا منطول بالنا الحد دول ده كترة لا طيب ما تجرب تسمع من دكتور بدل ما تبقى انت الشخص اللي في الشغل اللي بتسمع من كل الناس خليك انت الشخص اللي بيحكي لكل الناس انا رحت وحشيت وحشوة العصب هاي وقالي فترة ما فيش وجع والوجع راح وتعالكت وباكل على درسي طبيعي جدا خليك انت بدل ما الشخص اللي بيقعد يحكي في وسط المجموعة شخص سلبي لو بقيت انت ايجابي هتبدأ تخلي المكانك لو ممكن يكون بيحكي تجربته كمان يعني مثلا جرب تجربة سيئة مع دكتور بالزبط فقالك الحشو خلاص ده بقى معمم على كل الدكترة بالزبط وبيركعه كمان اللي فكرت انه هو بيحس طول الوقت انه انا لو رحت لدكتور وقال لي ايه حشي هو عايز فلوس دي برضو حاجة بنتغلب عليها بطرق تانية طرقك انت كمان مش دكتور كطبيب معالج انت انسان تعرف تغير فكر الشخص اللي قدامك بالطريقة تعرف تنظف تفكيره تزود وعيه هو جاي لك قالك والله يا دكتور ايه حشي يا دكتور لأ انا هعد ادفع في حشو اخلعوا لي هو ارخص طيب بص احنا عندنا حل من اثنين يا تحشي وانت مشكلتك مادية فدي محلولة فطبعا كلمة دي محلولة متريح اه يعني المشكلة مش فلوس ده هو مش مشكلة الفلوس يا اما مشكلتك ان انت غير مقتنع فانا هقنعك ان انت خلقت حل تالت او اختيار تالت اللي هو انا هخلع حاجة الدكتور رفضها فبالتالي انا هرد لك تمن كشفك وروح عنده دكتور ما عندهش ضمير يخلع حالك طبعا الموضوع ده بيصدمه ايه ده ومش الدكتور ده انا جايله وبدله فلوسي وداخل بفلوسي عشان يخلع ومش عايز فلوس ولا ده مين ده طب اسمع بقى منه طب دكتور وانا لو حشيتها انا مش هتقع يا عمي لو وقعت هعدها لك على حسابي فانا برضو بحاول اوصل لفكر والوعي وما اقول لش انا بحش من نوع كزا وانا بجيب اغلى نوع حشو في العالم هو لم صدقك ولا فاهم ولا يقدر يصدق اذا كان كلامك حقيقي او لا حتى لو انت حاولت تثبت له برضو مش هتعرف لانه هو مريض مش دكتور زميلة فبالتالي انت لو اقنعته انه انت معاك ضمان مدى الحياة خليها تقع في اي قد على فكرة يعني فيه دكتر بقول لي طب ما ممكن ما يخسرش طب ما ممكن ما يعملش على فكرة نسبة قليلة جدا 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 اللي بتيجي وبتعيد حشوة وقعة انا نفسي بتحصل معاك قليل جدا انا ما بيشوفاش كتير خالص فمع ذلك لو انت دعمت العين نفسيا في مقابل انك لو جات لك حالة حشوة واثنين ومع احترامي انا شافها مشكلة من الدكتور الحشوة وقت مشكلة من الدكتور حتى لما بيجي عين بيقول لي انا كنت بنتابع مع دكتور فلان وقال لي يا دكتور وقال لي انت محتاج تحشي وبدأت حشوة والحشوة وقت فانا خلاص مش هروح للدكتور ده تاني وانا مش هحشي تاني واي حاجة هتقابلني يقلع لا وروح للدكتور وقال لي يا دكتور انا حشيت والحشوة وقعت اللي تقوله ان انت روحت للدكتور تاني عشان ده زميل ما يزعلش قال لي يا دكتور انا جيت ودفعت للمقابل وحضرتك قدمتلي الخدمة الخدمة بتاعت حضرتك ما طولتش الفترة الطبعية ان كان فيه تأثير من عندي يبقى حضرتك ما نبهتنيش هالحضرتك قلتلي لو ما غسلتش الحشوة طوع ما حصلش يبقى بالتالي ده مشكلتك مش مشكلتي يبقى انا علقت مشكلة صغيرة وسبت له مشاكل تانية كتير وده لنا احنا كنا بنتكلم عنه طيب ماننا برضو كلمنا عن تخصصات في مجال طب الاسنان عايزين نعرف ايه التخصصات اللي حضرتك بتقدمها في العيادة احنا عندنا في العيادات عياداتنا لحد ما مجهزة منشتغل الحشو بنشتغل اعلاج الجزور بنشتغل التقويم ولكن احنا عندنا بنفتح في العيادات مراكز يعني العيادة بتاعتي دي عبارة عن المركز في كذا تخصص في حد حالات تقويم بجمعها بيجي لدكتور اخصائي تقويم بيبدأ يجمع الحالات دي ويشتغلها انا ممكن اخد كرس واشتغلها ويمكن دخلت وخط التجربة بحاجات زي كده ولكن حسيت ان انا بقى معضو من ضمير حالات الزراعة بيشتغلها استاذ دكتور جراح وجه وفاكين بيجمع الحالات وبيشتغلها فتقريما العيان ما بيحتاجش يخرج من الارياف الا لو محتاجش ايه اللي هو نقدر نقول بنجل جسمه كله حد طفل في سنه صغير عنده مشاكل كتير ده اه احنا مش هنقدر نقدمه في المركز حد محتاج يشتغل شغل هو سمع عنه برا او شافه برا فبالتالي الاجهزة مكلفة عندنا تخصص مثلا زي استاذ علاج وزور فبالتالي محتاج ميكروسكوب محتاج اجهزة من نوع معين جدا الاجهزة دي مكلفة جدا فبالتالي انا بحسب الاوتكام اللي طالع مني او البودجيت اللي انا صرفته على جهزة دي من ثمن الكشف وتمن التكلفة فانا بتجنبها وحاولها لحد اخصائي بالتالي انا خدمت العيان اني قدمت له الخدمة بتاعته في مكان صح وما خلفتش ضميري وفي نفس الوقت حافظت على الفئة اللي موجودة عندي اللي هما فيهم اللي يقدروا فيهم اللي ما يقدرش ان هما يقدروا يجوا لعادة على طول مرفعش الكشف خليه متين فاحرم ناس كتير من ان هما يروحوا لدكتور جديد عايز يطور وعايز يخلق فاكر جديد طيب كلمنا بقى يا دكتور في الاخر كده عن الصحوة في الاهتمان بالتجميل الاسنان او بطب الاسنان عموما الموضوع ده انا يعني يمكن ما لاحزتوش من الجيل بتاعنا اول لان انا جيل صغير برضو لكن لاحزت من أستاذي اللي بيعلموني لما كانوا بيحكوا لي الموقف اللي بتقابلهم كان دايما كله بيحكي لي انه انا روحت لدكتور يا حشيت يا ركبت ظهر موضوع البوتكس في الفترة الاخيرة وانه حد ده حكته مش مظبوطة هنبدأ نعمل هالو لو الشفة اللي فوق مع الدحكة مش مغطية جامس مايل بيقولوا عليها ببدا ازبط الكلام ده كله لو بيجي لي واحد يقول لي والله يا دكتور انا عندي مشكلة من ساعة ما استني طلعت فيها بوتش او نقط بيضة او نقط صفرة بدأ الناس يبقى عندها وعي انا مش همشي بيستني شكلها وعيش برغم ان هي ما فيش حساسية ولكن طبعا نقص الفلورايد اللي موجود ده طبعا بيخلق حساسية ولكن حتى لو مش حساسة تبقى عايز يروح انا عايز اروح للدكتور انا عايز شكله طبيعي طب هل نقص الفلورايد اللي في الاسنين ده بيبقى مثلا نقصه سبب سوء تغذية من اكل معين او هو بيبقى طبيعي مثلا في الشخص لا طبعا دي كلها بترجع لعواهم الوراسية الموضوع ما بيركعش خالص لنقص تغذية زي ما بناسمع من ده كترة كتير بالزبط او من عيانين بيركعون ان يقول له كل كذا وشرك كذا السنان دي بتتكون ان هو موجود اصلا في الرحم والتركيز اللي يدخل بعد كده بيدخل بصورة تغذية بيدخل فيها مواد معينة جدا وبسيطة الفلورايد دايما ازا كان الفلورايد موجود في الجسم فهو موجود في معجون الاسنان يعني معنى لو ان المشكلة الفلورايد اكيد معجين الاسنان فيها الفلورايد هتعالج كل البوتش البده والصفرة معنى انه ده ما بيحصلش ان نقص الفلورايد ده مش حاجة هتتعالج بالبادي نفسه او بالاكشن اللي بيحصل في البادي او البلود اللي بيوصل الدم اللي بيوصل للسنان وبيغزيها ولكن ده بيحصل بسبب عمام الوراسية فبالتالي بيبقى علاجه نوع من اتنين يا إما أنه أنا الحالة دي ببدأ أعمل لها تجميل من بره تماما يا إما أني ببدأ أبرد طبقاء من السنة أو أحط عدسات تجميلية من غير مبردها وأرجع قدي للعين اللون بقى المناسب طبعا معا مش الألوان الغريبة اللي منشوفها الفترة دي الألوان البيضة جدا اللومينيرز والفينيرز والحاجات دي كله على طول بيركبها بيستسل الألوان ما بقتش طبعية وبقت الناس بتركبها من باب أنا عايزي أركبها كلها أبيض تالي واللون ده جميل أوي وحلوة أوي هم مش فاهمين اللون ده بيرجع للون الشفاف والرسمة الدحكة واللون البشرة بتاع الوش واللون العين وطبع الوش العام قدي إيه هيبان من السنان إيه اللي هصرفه وهيقود علي إحنا للأسف يا دكتور وصلنا لهاية حلقتنا وبنشكرك جدا على المعلومات بنشكركم مشاهدينا على حسن الاستماع ونشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد إلى اللقاء التخصص حل مفيش كلام لو بتدور على تيم ماركتينج لشركتك يبقى ركز معانا شوي لو أنت صاحب شركة أو نشاط تجاري فأنت أكيد محتاج ليوصلك بالناس بطريقة احترافية وجزامة في جولدين ميديا أنت هتوصل بكل العملاء المحتمالين لشركتك وده لأننا بنحط لك خطة تسويقية الشاملة ومتكاملة ومعاها تيم كامل هيمسك لك شغلك وكمان بنتملك العميل الصح وتوسيع نطاق المبيعات اوصل لجنبورك مع جولدين ميديا بروت اكشن تبعون